مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم طبعا الجزائري يفوت كما كان ربما كنا في جزء أول يحضروا معنا سيد نور دين زكري طبعا مرحبا بكم جديد شيخ محمد قاسي سعيد نور بن زكري بدون أي إطارة مباشرة إلى جنجل حدث الأسبوع الحدث الأسبوع لصهرت اليوم نعود فيه للمنظومة الكراوية في الجزائر ليس المنتخب الوطني وإنما كل المنظومة الكراوية في الجزائر المنتخب الوطني القسم الأول موبيليس الثاني والأقسام الدونية طبعا نحن نرى هذا التقرير يمنع بعد خيبة كان القابون والخروج المبكر من نهائية كأس أمم إفريقيا وفتح النار من قبل وزير الشباب والرياض الهادي والدعلي على رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة وبعد تعليقنا لجميع إخفاقات كرة القدم الجزائرية على شماعة محمد روراوة والمدرب البرجيكي جورج ليكانس واعتبار أن رحيل الحاج عن رأس الفاف قد يعيد للخضر بريقهم لكننا تنسينا المشكلة الحقيقي وهو فشل مشروع الاحتراف في الجزائر وكذا فشل المنظومة الكراوية على العموم في البلاد فالاتحادية الجزائرية لكرة القدم باتت تعتبر نفسها مسؤولة فقط على المنتخب الوطني الأول ضاربة عرض الحائط الهدف الأساسي وهو التكوين قصد الخروج بالكرة الوطنية إلى النور وعدم الاعتماد فقط على ما تجود به علينا المدارس الفرنسية من مزدوجي الجنسية بالإضافة إلى الاهتمام بباقي المنتخبات الوطنية لتكون خزانا للمنتخب الأول دون الإخفال عن عدم استقلال لجنة الانضباط ولجنة التحكيم بتبعيتهما للفاف كما أن ولحد الساعة وبعد سبع سنوات من دخول عالم الاحتراف في الذي دخلته الجزائر مكرهة ولم نفهم دور الرابط المحترفة والجدوى من وجودها كونها تفتقد لكل الصلاحيات التي من شأنها تسير الرابطتين المحترفتين فشل المنظومة الكروية في الجزائر لا يقتصر فقط على الهيئة الرسمية فحتى الأنذية المحترفة لا تعرف من الاحتراف إلا الإسم وهي تغلق في الديون وتعتمد على إعانة الدولة أو المؤسسات الوطنية لتسير الموسم الكروي وتفتقد للعديد من الشروق الأساسية لدخول الاحتراف وإغفالها عن دورها رئيسي في إنشاء المدارس التكوينية لتأطير الفئة الشبانية كل هذا يؤكد أن مشكلة كرة القدم في البلاد لا يقتصر في رحيل أو بقاء محمد روروى بل من الواجب تضافر الجهود لإعادة كرة القدم الجزائرية إلى الواجهة القارية والدولية شكرا للزميل سليم صدلي على هذا الموضوع سيد نوردين زكلي البداية لح تكون معك طبعا المنظومة الكوراوية اليوم فاشلة في الجزائر نعم فاشي أقول أستعمل بصطلحين فيها أمراض وفيها إفلس الأمراض شتى وده إسقاط على الأمراض وإسقاط على الإفلس نعم الإفلس هو أنها تنفق ملايير من أجل الرياضة ولا تنتج شيء عندما الإنسان يقوم بفتح الشركة فهو يفتح الشركة من أجل تصنيع شيئا ما وهو يعني يحط أموال كثيرة باش يصنع شيئا ما ما هي شركة كرة القدم هي صناعة اللاعب إذا عجزنا على إيجاد لعب واحد في مكان ما عجزت فرنسا أن تعطينا مثلا لاعب في عمق الدفاع فالجزائر كذلك عجزت أن تعطي للمنتخب الجزائري واحد لعب واحد في عمق الدفاع هذا معناه إفلس ولم ننتج أي شيء فلابد من مراجعة الحسابات في هذا الأمر هذا هل سنستمر ننفق هذه الأموال الكثيرة ولا ننتج شيء أمن وشخص الداء ونبحث عن الدواء واضح محمد قاسي سيعي تكلمنا على العديد في العديد من البلاطوات ربما لكن هناك كلام على التغيير في كلام على محمد الرضا وهو، من الاتحادية أو الربيطة ولكن كما ربما كنا نتكلم طول أسبوع مع الزامل جاد علي عليش تكلمناها عن بعض القضائي أو القناته أو إعلام الجزائري خل´ن نقول قوله الإعلام الجزائري لا تكلمنا لا احتراف اليوم لمدة 7 سنوات خل poi نضع النقاط على الحرف اليوم ربما منذ المالكرة 7 سنوات منا لا نخت describe كل شيء ما HairGuyechkinь مفلس كما قال الشيخ شركة مفلسة هي اللي تمثل أندية طبعا اليوم ولا ما فيه ولا أهداف مسطرة لحد ساعة كلامك صواب يزيد اليوم رئيس الاتحادية رح تنتهي العهدتها لست أدري أو أنت لست لست معدناش دراية باللي راح يترشح لعهدت الثالثة أم لا لو يجي رئيس آخر رئيس آخر نفرضه جاء إنسان آخر والرئيس الاتحادية وشي عادي أنو جاء رائعا مش نفهم ولكن تبقالوا يعني لدي الجمعية العامة نفس الجمعية العامة نفس المكتب الفيدرالي راح تكون كريتها أكتر يكون في التغيير وقل الجمعية العامة راح تكون كريتها أكتر نعطيك على ميتة الواحد يزيد انت عارب اللي بطولة على الفيئات الصورة في الجنوب مكاش موجودة على الورق موجودة ولكن اليوم رئيس نادي كلما رئيس نادي يقول له نحن ما ندقلوش اللي عندك أنا دير باللي ربحتونا الـ 3-0 وفي العودة نحن نديركم ربحناكم 2-0 هذا ما يحدث في جنوب الجزائري يحدث في الجنوب الجزائري مكاش بطولة كيين موجودين الأسامي تعالى الأندية ولكن البطولة غير موجودة عند الفيئات الصغرى وهذا لو نحن نبحتوه نصبه أشياء غريبة الناس اليوم نقول لك يا زيد فشلوا الجمعية العامة تعكورة القادم يعني لماذا بدأت هي فاشلة ولا واحد يعني تسيب مدرب قادم حاكم قادم لعب قادم موجودين في هذه الجمعية هذه ما عندناش مكانتنا تمك حنا اللي لعبنا لهذه الكورة ونعرفوها والناس دربونا ومدربين وحكام ما عندناش مكانتنا تم ولهذا نقول لو يكون رئيس جديد رح يفشل مع هذي الناس هذه نقطة نور بنسكلي نقطة أخرى استقلالية الرابطة عن الاتحادية اليوم فيها الاحتراف لسابع موسم على توالي ما زال الرابطة طبعا تابعة للاتحاد الجزائري لكورة القدم لازم تكون تابعة ماذا لازم لا شو ماذا لازم شو كون لي أحكم في الكورة القدم لا سامحنا سامحنا نتكلم ماشي ربما شي طبيعي انها تكون تابعة للاتحاد الجزائري كورتقالي ماذا أنا نشاهد استقلالية في القرارات لا نظن استقلال في القرارات ما نظن لذلك ماذا أنا نشاهد يعني كان تدخل كان تدخل أنا نشوف ممفي في التحكيم التحكيم ما نعرف أشيixa بت原因 خلينا في الرابطة عودué للتحكيم عود إلى التحكيم لأنه لأ democrات لأنه لأنه تحكيم جادل على أساس أنه ربما يكون هو كذلك مستقل يعني المشكلة أنه في الورق وفي الستاتيو كما يقولك في القوانين الربطة مستقلة ولكن التحكيم ليس مستقل لجنة الانديباط برأس سيد عبد الحميد حداج تابعة للاتحادية هذا سيبا نورمان يعني نورمان مو كل هذه الهيئات مستقلة عن بعضها لكي تكون استقلالية في القرار وليس يكون تابعية شخص آخر ولكن المشكلة أكبر المشكل في الشيء هذا لا يوجد شخص رئيس إتحادية حتى الأشخاص الذين حاكمين لهيئات هادئة ولا يوجدون في المكتب الفيدرالي بعدهم حتى قرار وراءهم القرارات وراءهم شيء البناء اللي يجابوها نقطة بناء أو شيء جديد اللي يجابوها النفس الجديد يعني رئيس إتحادية حتى يكون خطأ يعني منه حتى كان الناس اللي يتابعين معه ومعه في الفلتسير يقولونه بالصح بالصح وشي صرى يعني في الحقيقة وشي صرى كانت تدخلات في كل بلاس يعني بكل جانب كانت تدخلات يعني واحد مشايد يعني حاجة وحر يعني في حتى تحمل مسؤوليات يا مسؤوليات وقالها محمد قال لازم تجديد يعني يعني لازم تجديد يعني لازم تجديد ما كان يعني ما يكون تغيير نوع من الشريك نعم يا نوري شريك جلال على الامضيبات نعم نقول نزاعات السيرل نعم نفس شي مش حبيت نقول رجل قانون داخل هده ربما اليوم الكلام اللي حتكلم إليه فقط مه ربما بعض القوانين مثلا في الرابط المحترفات المحترفات طرحت العديد من التسؤول. نعطيك ميتة لما نتكلم على المنظومة الكوروية اللاعب الأجنابي. ما عندناس لاعب أجنابي في الجزائر لأنه بعض الأنديا عندها ديون مع اللاعب الأجنابي ومع الفيفا حرمنا كل الفيرقة الجزائرية من اللاعب أجنابي حتى ليتشارك في رابطة أبطأ الفيرقية وكأس الكاف سيد سيد نور دين زكري. هذا من جان تلت لاعبين فقط لعندك الحق أنك دير إعارة تحهم إلى فارق أخرى. شي هذا ربما غير موجود في الفيفا. نزيد لك ربما اللاعب الهاوي. ما عندناس الحق أنه يلتحق بفارق محترف في الملكات والشتوي. كل هؤمور تكلم معناها عن أو سوء التسيير في الرابطة المحترفة لكورة القدم. السؤال الذي يبغي أن يطرح ويجاب عليه. هل أهل الاختصاص هل هناك أهل الاختصاص هم من يسيرون شؤون الكرة القدم في الجزائر؟ هل لديهم اختصاص؟ هل نجد هناك مختصين يجيبوننا إجابة واضحة عن هذه القوانين؟ نحن اليوم فوضى عارمة. مدربين يتنقلون. أنا ما نسميه في مدربين. نسمح لي. نسميه ممرنين. يديروا تمارينات للعبين. ينتقلون من أو في فريق وورا هو ينغوصي في فريق واحد أخر. ما شو الكل لكم نحن؟ معظمهم. معظمهم يا أخي الكريم. معظمهم. فهمتني. يتنقلوا من بلاسة لبلاسة. من المسؤول عن هذا. وكفاءت مهمة شو وكفاءت. هذيك بغض النظر عن ذلك. ولكن من يراعي هذا؟ لأنه مهمش أهل اختصاص. لو كانوا أهل اختصاص هم من يسيرون شؤون الكرة القدم الجزائرية. ما نصل إلى ما نصل إليه. لهذا لي قلت لك يا أخي. هناك لابد أن نفهم. المنظومة الكروية تتكون من مين؟ كل من يعمل داخل هذه المنظومة. سواء كان من الوزارة. سواء كان من الاتحادية. سواء كان من رابطة. سواء كان حكام. سواء كان لعب لعبين قدما. سواء كان رؤساء أندية. سواء كان إداريين. سواء كان صحفيين. لأن الصحفيين لن ننسى أنهم ساهموا مساهمة كبيرة جدا في الإفلاس. ساهموا وغطوا أشياء كثيرة. كلهم مسؤولين. كلهم مسؤولين. إذا ما رجعنا بقرار سياسي واضح من الفوق. نقولها من الفوق قرار سياسي واضح. من أجل دراسة الأمراض الموجودة داخل هذه المنظومة. لن نخرج من هذه الدوامة. لن نخرج أبدا ولن تقوم لنا قائمة. لابد من هذه الأمور. هناك يا أخي أمراض. أمراض بالجملة. وهناك إفلاس واضح وضوح الشمس. فلابد من تدخل. لابد أن نضح حد لكل هذه التأويلات ولكل هذه الأمور التي تأتينا من هنا وكل واحد يخذنا من جهة. يلا خصنا مدرب محلي. يلا خصنا هذهك. يلا خصنا هذهك. يا أخي خصنا نصفي والمنظومة الكروية من حالها. يا أخي نحكي لك حكاية فقط. أنا حضرت مرة في مباراة. انتع شباب صغار. يعني 14 سنة في مريق فريق محلي. فريق محلي هذا آخر مباراة في الدوري. فريق المحلي هذا لازم يفوز بش يدي البطولة. والفريق الظاير هذا يكفيه التعادل. يا أخي المباراة خلصت نقولك المباراة. يكفيه التعادل بش يفوز باللقب. بش يفوز باللقب. هذا الضيف. وأنا كنت حاضر في المدرجات. يعني كانوا المسؤولين هذا من هنا. وكانوا المسؤولين الآخرين. وأنا في الوسط. إحراش ما بعده إحراش. يا أخي المباراة انتهت. تعرف الحكم ما بغى يصفر المباراة. وزاد وقت ضيب حتى نسجل للفريق. تعرف كم من دقيقة زادت. فريق المحلي. فريق المحلي. تعرف كم من دقيقة زادت. ثلاثة وعشرين دقيقة. ثلاثة وعشرين دقيقة زادتها. لما نزلك للميدان ورحت لهذاك الفريق المحلي. لقيتهم مولاد صغر. لقيتهم كلهم يبكيوا. يقولوا ها هو الدون حقنا. الدون حقه يبكيوا. يا أخي ماذا نعطي لهذه الأجيال. لماذا لماذا نوصلوا بهذه الأجيال لهذه الدرجة. رنا نعلم مولاد صغر في عمره 14 سنة. يقول لك هذا الماتش مخدوم وهذا الاربيتر مخدوم. الى ماذا. الى متى سنظل هكذا. لا نستطيع أن نغمض عينينا يا أخي الكريم. لابد نقول الأشياء ونسمي الأشياء بأسمائها. سامح لي الشيخ. سامح لي. لماذا ربما شيخ أنت كنت حاضر في هذه المباراة. لماذا لا تتحدث عن هذه الوضعية في الوقت هذا. شوفي أخي. هناك بحر من المشاكل. فليس. أنا حكيت لك هذه المباراة فقط شوف. نقول لك بركة. رحت للمسيرين تعال فريق هذاك اللي فازوا. وش قلت له. قلت له يا أخي عجبك الحال. عجبتك هذا الصورة هذه. قال لي هذو في بلادهم يديرون أكثر مدرنا لهم إحنا هنا. شوفت. إذن هي ثقافة. ثقافة انتشرت في المجتمع. ثقافة فاسدة انتشرت في المجتمع. هذا مرض. علينا. مرض كبير جدا. فعلينا. نعم ثقافة المرض. انتشر. والمرض لا. المرض ما يدويش المرض يا أخي الكريم. الدواء هو الذي يدوي المرض. صحيح صحيح. والمرض طبعا يخاف دواء هذا شيء ينفرغ منه. أنا نحن لعب دولي سابق محمد راحم بوبوي. شيخ لما تسمع كلام مثل هذا. أو كلام اللي كان فيه عبر 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 طاولة طبعا فيما يخص المنظومة الكروية. انت كلاعب دولي سابق وكا متوج بكاس إفريقيا طبعا. وشنو ورايك اليوم بكل صراحة. أنا نشوف بليل الكورة الجزائرية ما رايش في هات السنة بركلها في هات السنة اللي فاتت اللي رايي في في تدهور تدهور من كل جوانب من كل جوانب 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 المالية جوانب الأشخاء مدربين منظومة فزة فزة. ها انت ربما ضم صوتك إلى صوت سيد نوردين زكري. صوت محمد قاسي وصوت الشيخ وش كان يتكلم مقبل على على اللي كان اللي كان اللي كان اللي كانين في اللي احنا ما نعرفوه مش في الصحراء في ربيطات هادو تشوف فيهم العجب ولا ولا نزلت لكي ما قال الشيخ زكري للفئة الشبانية هني يديروا دي دي ماتش. كما قال محمد دي ماتش تلعبوه ما ما تلعبوش. كونبيني. ما شفنا دي فوما دي شوز انك اما مي هادية منظومة كلها. باش نقوله وغير الفيدرالية وحده الرابطات رؤساء الرابطات الرؤساء الفرق. من كل حتى الفرق صغرى. رؤساتهم. ما شفناش. ما شفناش حاجة. ولكن تكالي عبدوالي سابق لي مرة وانشوفوك مع هاد البراعم اللي جيت معهم اليوم. طبعا ترجي حسين داي. شي مؤسف. شي مؤسف انت كبطل افريقي. وكل عبدوالي سابق. سمع كل هاد الامور بعد ما ديناك اسفريقية. بعد 27 وعشرين سانة اليوم. شي غير مشرف طبعا للجزائر. انا انا نقول لك حاجة. من حاجة هذه اسمها من فهد في الجزائر. دهنيات. دهنيات واخلاق. دهنيات. انا نجد من خموش واشفات. كما قال لك محمد. سيطلقا. رؤسات اليوم. اللي عادة. ما هو؟ لذلك الذي يملكم اليوم جين صغار. انا نجد ان يكون موضوع. لا نحن نكلم عن نفسي. او او الان محمد. في الرباطات يجب ان يكون الناس اهل اختصاص. نقول لك ان يكونوا مبعدين. هذا ليس obligato. لديك ان يكون مبعدين. هناك أشخاص يستعملون. كان يحبوا يكونوا في الربيطة ولا في الفيدرالية ولا في كاللعب الدول السابقين ربما رحم مدى بكم ان ربما اليوم راكم متواجدين في ملاصم مثل هادي اليوم راكم تشرفوا على الكرة الجزائرية طبعا لا نحشب شي نقولها بل لازم احنا لنكونوا في هذا كل مكان ماشي ان نكلم غير عن نفسي كل اي بي طبعا كاللعب الناس يجعلون نيفو كاللعب الناس لا تحبش النيفو يجعلون على نفس الناس لا تريد ان يكونوا عربا لا يكونوا أحسن منهم من شاء الله شكرا لك يجب ان يكون ويقع بي طبعا يجب ان ترحت سؤال لقد قلت له لما قلت لدينا جزائر ربما قلت لدينا جزائر لماذا تحكم في لقرانديلي محكمهم ليس للغرون ديدي دراهم معتاها دراهم اللاخور والتليفون وصورهم في البرتاب عن أي قضية دي ما قضية الرشوة والأبول واحد ما واحد ما واحد ما واحد ما لازم نهضروا الكلام ديرك احنا شوف يعني قاعد المرض هذا اللي أنا نهضر عليه المرض قاعد هذا يا ورا نشايدين ليه ضد فيفا خايفين مواد مارس وراه مرض كبير لا 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 سامحني سامحني النور لانه ورانا عبر طاولات تكلمنا كما يقولوا قضية بقضية تكلمنا فارق بفارق اليوم فلافي ديرو تعنا فيه ربما المنظومة الكوروية في الجزائر في الجزء الثاني رانا نتكلمه قضية بقضية نور احنا اليوم رانا شخصه في المرض جبنا سيد اللي عرضنا اليوم محمد ديرو ضدجة كبيرة على اللي دوت ضد فيفا قال لك كيفاشو الفارق الوطني والمدرب والماتشاميكو هو مرض كبير لا يدكو تشوف انه ربما عدم استفادة سامحني تشوف انه عدم استفادة من ضد فيفا هذا شيء عادي انا مانضوش انه شيء انا صارت النشق بالمراهة مع رايفاتش صارت النهو كانت عنا ضد فيفا كان عنا مدرب كان عنا لعبين ومقدرش خلصناها غالية خلصناها غالية تفضل جل يال تفضل شيء عندي شوف حدثت حادثة في ايطاليا منذ سنوات والجميع يعرف حادثة اليوفنتوس التي نزلت من الدرجة إلى الدرجة الثانية وكذلك الميلان ناقص 15 نقطة ناقص 15 نقطة لما أدن المهم لازم نحكيوا هذه الحكاية باش نعرفهم ليحنا ورانا ونحطوا رجلينا في الصح شوف هذه الأشياء تلاعب بالنتائج وكذا تحدث في العالم ككل ولكن سرعان ما ينكشف الأمر وسرعان ما يدفع أصحاب هذه الأشياء الثمن وتطهر المنظومة الكروية لذلك البلد نفس الشيء مع الفيفا نفس الشيء مع الفيفا نفس الشيء مع الفيفا الفيفا التي أعلى هرم دخلت الـ FBI وطهرت هذا المجال إذن سيد كارار أنت تعرف في سنة 2006 انتعشت الكرة الإيطارية انتعاش كبير جدا اليوفنتوس وصلت للدور الربع نهاي شامبيونزليك الميلان وصلت للدور النصف نهايي شامبيونزليك إيطاليا فازت بكاس العالم لكن عندما حدثت هذه القضية والقضية هذه نجت من مكالمة هاتفية بين موجي بين موجي والذي يعين الحكام في أوروبا مكالمة هاتفية واحدة فقط مسؤول تعيين الحكام في أوروبا أيوه مسؤول تعيين الحكام في أوروبا في أوروبا تم تحقيق تم توقيف مباشرة المسؤول والمعنية بالأمر تم البحث عليه لمدة سنتين كل المكالمات الهاتفية التي كان يجريها ودخلوا فيها المهم احنا ما نستنتج من هذا السيد كرارو لا علاقة له بهذا الأمر عندما شاف كل هذه الضخ فاز بكاس العالم يا أخي والكورة كانت في أعلى قدم استقالته والمكتب انتعه لم يتعاطف معه شكس واحد في إيطاليا كلهم قبلوا هذا لأنه حصلت في تاريخه هو اليوم احنا نتعاطفه صحفيين يقول لك احنا مع هذا الشي هذا وصحفيين يقول لك لا احنا مع التغيير لماذا هذا التعاطف لماذا لا يبدا علينا أن لا نتعاطف مع مثل هذه الأشياء حتى وإن كان هذا الشخص غير مسؤول بالذي حدث سيد كرارو غير مسؤول حتى أنه بعد ذلك يعني تم سنة كاملة وهما يديروا عليه تحقيق وطلع أنه بريء كامل رجع الاتحادية ما رجعش الاتحادية يا أخي قدم استقالته هذا وقعت فيها هذا العالم متعدد سيد زكري إذا استنزجوا بك الآن هل أنت مستعد لأن تعطي الخبرات لتعك بالكورة أنا شوف أنا مدرب لا يمكنني لا رئاسة الاتحادية ولا مركز آخر أنا مدرب أنا رجل الميدان في أي مكان في الميدان أنا أكون حاضر فيه ولكن أكون حاضر في بيئة نظيفة رياضية ليس في مثل هذه البيئة لأن هذه البيئة لن ينجح فيها ولو مورينيو لن ينجح في هذه البيئة فيه طالب ربما من الاتحادية لأنه حتى أن المدربين يوضعوا سيرةهم ذاتية على مستوى الاتحادية منقصة منقصة هل ترفكرت أنك ربما توضع السيرة الذاتية على مستوى الاتحادية سيدي من يدرس هذه السيرة الذاتية المدير الفني الوطني إذا توفرت لا هناك مديرية فنية لابد أن تكون هناك لو كانت هناك مديرية فنية على أعلى مستوى متمثلة من قدماء المدربين وقدماء اللاعبين وأهل الإختصاص في هذا ما يكونش واحد شخص تكون مديرية كاملة تدرس السيرة الذاتية أنا أول واحد يقدم السيرة الذاتية لكن أنا باش نقدم سيرتي الذاتية لإداري أنا ما نقدمهاش لأن الإداري لن يقيم أبداً الفني سيد قورشي ليس إداري لا لا أنا ما نتكلمش على سيد قورشي أنا نتكلم على المديرية الفنية لابد أن تكون عندنا مديرية فنية مثل المديريات الفنية الموجودة في العالم كل عالم السيد ألبرتيني تعرف من هو السيد ألبرتيني اللعب الميلان واللعب الكبير والمدرب هو من يشرف على المديرية الفنية في إيطاليا هناك فرق شاسعة بهذا الكلام نذهب إلى فقرة الجدل طبعاً طاك وطاك مع سيد نوردين زكريل أنه فيه أسئلة خاصة على ما أظن أنه نربحه كذلك بعد الوقت رح مباشرة إلى جنجل طاك وطاك شيخ ذكري أول سؤال كنتوا تلعبوا البطولة أنتوما وفاقستيف وفريق مودة الجزائر فستو علموا ديها في ملعب بثماني يامي أسبوع بعدها كنتوا أولين في الترتيب خسرتوا في مقابلة المسان وضيعتوا اللقب وما حدد في مقابلة المسان يقولوا أن هناك كان تأويل حاول ترتيب المقابلة هل هناك كان تأويل والسراء في مقابلة وذات المسان بيكون صراحة لا بيكون صراحة أنا متلقى عندي غير صراحة بصراحة بصراحة هذا العام هذا اللي كنت تكلم عليه لو ربما من ألف خلي المخرج قول جال الله بيكون صراحة بيكون صراحة بيكون صراحة ما زكري نحياه فهمت إذن لو كان نتكلمه على موسم هذاك كله يعني فيه أشياء كثيرة جدا يعني بعبارة وبأصح البطولة كانت ستذهب للفريق الملودية الذي كنت أعمل فيه أنا ظروف صعبة وصعبة جدا كنت أواجه الجميع ولو أريد يعني لو أريد الدخول في التفاصيل أنا واللاعبين والجماهير واجهنا الجميع هل تضغط عليكم لخسارة مقابلة المسان لا 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 تشوف خسار إحنا ما ضغط علينا حتى واحد إحنا ما ضغط علينا حتى واحد إحنا ليلة يعني قبل باش نمشي والتلمسان هنا الخدعة يعني هو قالونا يعني الإداريين قالونا أننا وفرنا لكم رحلة خاصة وهذه الرحلة الخاصة تكون يوم المباراة وحنا اللعبوا ساعة خمسة وكانت يوم المباراة أنا ظننت أن هذه الرحلة ستكون ساعة عشر ساعة عشر مثلا يعني يرتاح اللاعبين ويجيوا ففجئت ليلة المباراة أن الرحلة ساعة سابعة صباحا ساعة سابعة صباحا يعني أنت ساعة سابعة صباحا وماذا يديرون اللاعبين؟ راح يستيقظوا منهم من تعمس عرابي عسى ضحن واللاعبين هنا في الجزيرة ما كانش اللي مايرقوتش على 12 تعليم كنت على خدعة سامحني جولال الخدعة كانت من يطارف من سيد نور دين زكري؟ من الجميع لا مسؤولي الويفاق سطايفي ومن يدمر أمور هذا الشيء من الجميع ومن فسرش هذا الموضوع من الجميع اللي كان فيها منع من هذا الأمر هذا هم اللاعبين وشخص المدرب كانوا ما عندهمش حتى بهذا الأمر هذا إذن أنا اللي قلت لك هذا الموضوع هذا يجي نهار نساء الله وندير معك الموضوع لأنه طويل جداً وفي أشياء كثيرة لا لا نجيك إن شاء الله نجيك في أشياء كثيرة لكن هنا يوم المباراة احنا مشينا ساعة سابعة صباحاً احنا مشينا ساعة صابعة صباحاً نتعرف أنت نضع نضع اللاعبين على الـ 14 سباح والمطار ومشينا كي الحقنا تفاجأنا أنا كان عندي وعد أني لنكي نلحق وتلمسان ندخل الغرف كي الحقنا تلمسان ما كان لغرف ولا شي الحقنا حطونا ثم والمسؤولين نمشاوا ما قاعد حتى واحد وقاعدنا هنا وحدنا ننتظره وين في الحديقة نتاع الوطل يعني قاعدنا في الحديقة نتاع الوطل ننتظره ما هذا نظمه مسيري الفريق شيخ؟ مسيري الفريق مسيري الفريق خدعة موجودة في الفريق يا سيدي مسيري الفريق هذك العام الناس كل تعرف أنهم ما بغاوش البطولة لأن البطولة تابعة فريق آخر واضح 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 ما بغاوش من اللغة في السرهالة يعني مسيري الفريق موجودة في البطولة موسم هذا أبدا يلا واضح تفضل جل حتى أنهم كانوا سعداء في نهاية المباراة كاريدا يعني في الآخر يعني أنت كمدرب كنت في الوفاق ستيف كلمت في وما ما قلت أنا نحب المرودية هذا شيء دار لك مشكل كبير في ستيف مع أنصر الوفاق لك أنه يحبوك هل هناك ناس في ستيف يعني عملوا كل شيء لكي يكره الجمهور ستيفي مدرب ذكري هناك ناس هناك ناس حاولوا يروجوا بعض الأشياء على المدرب ذكري أنا لما كنت في ستيف لم يكن حتى واحد سقساني يقال لي أن يكون فريق القلب حتى واحد سقساني يقال لي أن يكون فريق قلبك إذن كنت ندرب في وفاق ستيف إذن كنت ندرب في وفاق ستيف فريق ستيف هو أهم حاجة عندي أنا وبذليل أني فزت على فريق القلب وأنني جيت هنا للجزائر وتعادلت مع فريق القلب وإني لعبت لآخر جولة من أجل الفوز بالبطولة مع فريق القلب إذن أنا ما بعتش سطيف لكن اللي بيعه سطيف هما سطيفية إذن هذه باش نصلح أولا بسهب شوف مهما حاولت هذا الناس تتكلم على جمهور سطيف الجمهور سطيف أنا أحمله هنا في قلبي إلى مدى الحياة واضح آخر سؤال شيخ كنت تكلمت وقلت في السابق يعني أنا أعطوني متخب نروح لإفريقيا نربح كأس إفريقيا فسرنا يعني والكلم هذا طرع إفريقيا وتربح الكأس إفريقيا مع المنتخب الوطني شوف عندي عدة أجوبة إن شاء الله نكون سريع في هذه الأجوبة فضل الجواب عن هذا السؤال تتعرف هو جاء رد فعلي كانت الاتحادية الجزائرية ولا أتكلم على أشخاص أنا مش ليش نتكلم على أشخاص فهمتني كانت الاتحادية الجزائرية قالت وبالعبارة الصحيحة قالت الجزائر ما فيهاش مدربين والجزائر ما عندناش مدرب اللي يقدر عن المنتخب الوطني الجزائري ولا واحد تتكلم ولا واحد ناب على الجزائر يعني كأن أمهات الجزائر لن يلدنا مدربا فهمتني في هذه الحالة هذه أنا شفت يعني أنه إيهانة للكل الجزائري أنا رحت للبلاتو سئلت سع من صحافي قال لي هل تستطيع تدريب المنتخب قلت له أستطيع أن أدرب البرازيل بنجومه وأستطيع تدريب المنتخب وأذهب من أجل الفوز بكاس إفريقيا ما نروعش من أجل المشاركة من أجل المشاركة يعطوني المنتخب وتزامن الحدث في ذلك الستوديو أنهم اتصلوا بالسيد ألتو بيلي باطل العالم قال لهم لماذا تبحثون عن مدربون أنتم عندكم ذكري نور الدين في الجزائر أنا شوفه في صراح شيخ ربا أنا شوفه في صراح ربما هذا اللي كان فيما يخص المنتخب الوطني وفيما يخص قياة تقديم المنتخب الوطني نعم فيما يخص مدربين يعني فأنا رحت فأنا رحت يا أخي نكمل الفكرة فأنا رحت حملت راية الجزائر وقودت الجزائر لها رجال والجزائر لها من يقود والجزائر فيها من هو أحسن من حليلو زيتش وفيها من هو أحسن من هذا الفرنسي وقودت كذلك أنا هو المدرب أنسم بالقيادة المنتخب الوطني أنا لم أكتب هذه هذه جديدة داروها بعض الشبان ما عرفش كل دارها في الفيسبوك وتتاول شفتها أنا في الفيسبوك ولكن لم أدلي بها أنا دليت من سنة قبل مجيء ريفاس ويريت لو كان جابوا تراباتوني ولا جابوا كابيلو ولا جابوا مورينيو ولا جابوا أي حد للمنتخب كنت لربما جابوا ريفاس وجابوا لي كنس ولم يمنحوا الفرصة لابن الجزائر هذا شيء مؤسف جدا قلت ربما اليوم في القلب شيخ نتقاتلك في القلب اليوم لأنك ربما عندك رغبة شديدة أنك تقود المنتخب الوطني بكل صراحة أنا شخصيا سامح لي شخصيا سيد نوردين ذكرين يوم يقول هالك على الابراطة الجزائرية يفوت لم حسن لي الشرف أن يجي عندي يضيف هنا مدرب محلي ويقول نا أنا قادر على قيادة المنتخب الوطني اليوم ألتمس هات شي فيك أنت نعم أنا شوفي أخي أنا حملت راية الجزائر قلت أنه ما يمكنش في الجزائر تقول ما عندناش هذه الكفاءة ولا ما عندناش هذا الشيء هذا ما تقدرش تقولها والله لو قالها شخص آخر ما تجرأت وما قلت هذا الكلام أنا رحت دفاعا عن الجزائر وقلت نحمل الراية أحمل هذه الراية وأنا أملك الكفاءة وأملك كل الخصوصيات التي تحمل هذه الراية واضح شكرا جزيلا لك سيد نوردين زكري على صرف هناك بعض النقاط شوف أنا لما كنت نتكلم عن المدربين السابقين كنت تكلم عن المدربين السابقين عن بعض التصريحات ونجيبها تصريحات سريعة تكلمت على السابقين نعم عندما قال شوف عندما قال السيد حليل أزيتش قال على جابو أنه لاعب 11 دقائق ولا واحد في الجزائر تكلم أنا رديت الفعل وقلت له إذا كان جابو 11 دقائق فأنت مدرب كذلك 11 دقائق ولما السيد غوركوف اجتمع مع بعض المدربين اجتمع مع بعض المدربين وقال ما عندكمش مدربين في الجزائر وما عندكمش لعبين في الجزائر وما عندكمش كفات في الجزائر أنا رديت على السيد غوركوف أنا اللي رديت خاطر لما شفت ما كان حتى واحد ينوب على هذه الجزائر في هذه اللحظة أنا نوبت على هذه الجزائر أنا نوبت على قالها يا أخي الكريم قالها يا أخي كان يجتمع مع المدربين وقال ما عندكم مدربين ما عندكم بوطولة ما عندكم لعبين وقالها هنا في الجزائر سيد حليل وزيد جاب جوار جزائري يدرب عنده في الفريق وقال له ماذا جوار دوسيرك قلت له إذا كان هذا لعب تعسيرك فأنت صاحب هذا السيرك الذي استدعاه يا أخي الكريم كل ما كنت أرده هو ردود فعل عن أشياء حدثت توسيء للجزائر نور خلينا 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 نحن يعني الوطنية ومعيش في الكلام بركة الوطنية أنت وطني ومعني أيضًا رغبة الوطن هذا فلم مختلفه ثم tecnología هون بأنك قلوب��هم سنقلبهم وإحسان وطنيين أنا أظن بفعل السيد دم حقر لي ت听 لقن من فعلي انت المدرب لأنه لاрий phrase مثلا كانت مدرب له تترينه إذا فقط لاعب احت 어느وب قليل يعني لازم الردت على المدربين انت شفت سيد جابوا وجدار في المونديال ولا ماشتوش هذك اللاعب ته عشر دقيق حطمنا كفاءة من كفاءات الجزائر وحطمنا موهبة من موهبات الجزائر يبقى رأي سيد نوردين زكري وانت يعني طريق آخر ربا اوشني يقول انا رأي فضل جل ولكن قولوا بركة على المدربين جزائرين والنوردين زكري واحد منهم لازم تكون كما كنا قول رسول إدارتي تكون نقابتها مدربين حتى يكون المدرب وتكون كفاءة جزائرية عندها مكان في الاتحاد انت اشيخ هل يعني كمدرب ندمتك يوم ما على التصريحات اللي درتها اي تصريح وهل يعني وش تقول رسالة تعك الناس اللي هم شوك ما خلوك تعمل في الجزائر شوف سيد الكريم انا لم اندم على كل شي قلته عنده كان رد فعل او كل شي قلته كان يوحي اننا يأتي اليوم انا ندفع الثمن انا شي اللي كنت نقوله اليوم رأنا ندفعه في الثمن واليوم رأنا ندخلنا في دوامة ما نعرفوش نخرج منها والشقة اللي اخرتها سؤالتك يعني الرسالة للناس اللي هم شاتك يعني وش تقول لهم يعني نسمح لهم ولا نسمح لهمش يا اخي شوف الدنيا الدنيا هذه عطاها الله سبحانه وتعالى لمن يحب ولمن لا يحب اعطاها لعبد الله بن عوف صحابي جليل وهو يحبه واعطاها لفرعون وهو لا يحبه اعطاها لسيدنا سليمان وهو يحبه واعطاها لقارون وهو لا يحبه اذا الدنيا ليست قياس ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناحة بعوضة ما سق منها كافرا شربة ماء اذا انا هذه الدنيا بالنسبة لي انا شخصيا لا تساوي شي انا سمعت الناس كل انا نقول الناس يسمحوني فقط شكرا نتزل لك سيد نوردين زكري لكل مقدمة هنا اليوم على صراحة قلبك وعلى حضرك اليوم على بلاطة الجزائرية وتشرفنا بحضرك طبعا ان شاء الله ونتمنى انه في يوم الايام نشوفك في فريق جزائري فريق كبير ربما ستكون عنده تحديات افريقية وعالمية في المستقبل شكرا نتزل لك سيد نوردين زكري على حضرك ومحمد قاسي ساعد نقصبوكو نتزل لك الاسبوع القادم ان شاء الله ان شاء الله نوردين زكري اعطيك صح اعطيك صح بركنا نعزيف عائلة والد توفى بعد حدث مرور الله يا رحم ان لله ان لله ان الى رجاء ونربي جعل ان شاء الله فقط سمحني جلال محمد رحم بوبو شكرا نتزل لك ان شاء الله في عدد قادم شكرا نتزل لك نحيى كذلك بدرس الكولوية ترجح وسنداعي لحضوركم اليوم معنا ان شاء الله نشوفهم لعبين كبار في المستقبل شكرا نتزل لك يا سيدين نحيى كنزي الطفل برعوم الذي كان يتابعنا اسبوعيا كنزي اسكو لمده اسكو وجدنا لي هايش صحفي في القسم اليادي بقنا نتزل ايدي نشكرك شكرا جميع الزمالة صحفيين تقنيين اعلاميين وكل من ساعدنا في انجاع صهرت اليوم شكرا يا زياد نشكر كل صحفيين بقناة الجزائرية ونحيى سيد علي عيادة من باتنا ولعب سبق لمدهة باتنا نحيى وهو ان شاء الله للمنتقر وعندنا بتحية اخرى على الموضوع هذا وشكرا شكرا لزيلي لك جلال مشاهدين الكرام بهذا نكونوا قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم نلتقي الأسبوع المقبل ان شاء الله في نفس الزمان وفي نفس المكان ابقوا أفيا لقناة الجزائرية خانتكم جزائرية وسلام عليكم ومترجم الى باتنا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة